أنساه وكيف أنساه وعلى شعبه حسنات من العجال بيانسى العبد مولاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني فقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا مع الحكمة العطائية الخامسة التي يقول فيها الشيخ بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك وما زلنا مع الوقفة الأولى مع الوقفات الأربع التي نسير عليها في نهجنا هذا لشرح الحكم العطائية والوقفة الأولى هي التي تتعلق بشرح مفردات هذه الحكمة وقد انتهى بنا الكلام في المجلس السابق إلى قوله رحمه الله تعالى وتقصيرك فيما ضمن لك دليل على انطماس البصيرة منك عرفنا معنى الاجتهاد وعرفنا معنى الضمان وعرفنا معنى التقصير واليوم بتوفيق من الله تعالى سوف نتعرف على المفردتين الأخيرتين من هذه الحكمة وهي قوله دليل على انطماس البصيرة منك الدليل المراد به هنا العلامة إذا رأيت شخصا من الأشخاص إنسانا من الناس قد بذل جهده كله في طلب الدنيا وتعلقت نفسه بها وصرف همته كلها إليها وأخذت عليه مجامع قلبه فأصبح يفكر فيها بالليل والنهار حتى صار مسلوبا أي سلبته لبما عنده فأصبح يحلم بها في الليل ويخوض غمارها في النهار بقلبه وقال به وصدق عليه قول القائل نهارك يا مغرور سهو وغفلة ونومك وليلك نوم والردى لك لازم تسر بما يفنى وتفرح بالمنا كما غر في اللذات أو باللذات في النوم حالم كما غر باللذات في النوم حامل حالم ويقول في أول الأبيات نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم تسر بما يفنى وتفرح بالمنا كما غر باللذات في النوم حالم وتكدح فيما سوف تدرك غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم هذا هو الذي صرف كل ما عنده إلى الدنيا وطرك الآخرة جاء رجل من أهل الدنيا إلى الحسن البصري رحمه الله وقال له يا أبا سعيد أنت أزهد الناس فقال أبو سعيد حسن رحمه الله بل أنت أزهد مني قال كيف ذلك قال لأنك زهدت في الباقي أما أنا فزهدت في الفاني معنى أزهد مني أنت زهدت في الباقي الذي هو الآخرة أما أنا فزهدت في الفاني يريد أن يوقظ قلبه لعله يستيقظ وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد اشترى بيتا دارا وأعجبته وتأثر بها فأراد أن يكتب له رسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال يا أمي المؤمنين لقد اشتريت دارا أريد منك أن تكتب لي رسمها ووثيقتها فتعمل سيدنا علي وجه هذا الرجل فوجده قد أخذته الدنيا أخذا واستولت عليه من كل جانب فأراد أن يوقظه فكتب له رسم من يوقظ به قلبه ليتوجه إلى الله فقال بعد حمد الله والثناء عليه اشترى ميت من ميت دارا تقع بأرض المذنبين بسكة الغافلين لها أربعة حدود ينتهي الحد الأول بالموت والحد الثاني بالقبر والحد الثالث بالحشر والحد الرابع إما بالجنة أو بالنار اشترى ميت من ميت أنت ميت وهو ميت إنك ميت وإنهم ميتون إن الأرض لله يريثها من يشاع من عباده إنا نحن ليس الأرض ومن عليها اشترى ميت من ميت أرضا تقع بأرض المذنبين ما هي أرض المذنبين أرض الدنيا لأنها هي التي يقع فيها ما يقع من الذنوب والمعاصي بسكة الغافلين الذين غفلوا عن السكة الحقيقية التي يسكت يوم القيامة أنستهم سكة الدنيا سكة الآخرة عملة الدنيا سالت أرياقهم ولعابهم عليها لأنهم ما ذاقوا سكة الآخرة أما من ذاق سكة الآخرة فسوف يجد لسكة الدنيا حقيقتها متى تتجاوز حلاوة الدنيا الحد المطلوب عندما ينسى الإنسان حلاوة الآخرة أما من ذاق حلاوة الجنة وحلاوة القرب من الله وحلاوة الأنس بالله فإن هذه الحلاوة تنسيه حلاوة الدنيا تنسيه تماماً لكن هذا المسكين الذي قال فيه بعض الصالحين مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلا ما فيها ولا ألذ ما فيها مساكين هل الدنيا بنوا العمارات والقصور الفلات وكسبوا ما كسبوا من الضيعات والدنانر والأرصدة لكنهم خرجوا وما ذاقوا أحلا ما فيها ما هو أحلا ما في هذه الدنيا أحلا ما في هذه الدنيا هي الأنس بالله يحب الله والله إن المحروم في هذه الدنيا هو ذلك الذي فقد الأنس بالله واستأنس بغير الله ولو ذاق الأنس بالله لمجّ الأنس بغير الله ما حلاله إلا الأنس بالله لو ذاق الإنسان حلاوة الأنس بالله لمجّ حلاوة الأنس بغير الله لكن ما ذاق حلاوة الأنس بالله قال أبو الدرداء رضي الله عنه لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا وهذا أثر عن معاذ بن جبال لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمار وضمأ الهواجر ومكابدة الليالي ضمأ الهواجر الصيام في أيام الحر مكابدة الليالي حلاوة القيام لذة القيام بين يدي الله في جوف الليل والناس نيام تستأنس برب كريم يتجلى لك يتجلى لك ربك سبحانه وتعالى في الليل بطرائف الحكم وأن تتردد كلماته سبحانه وتعالى من إشراقة إلى إشراق ومن نور إلى نور ومن لذة إلى لذة ومن روضة إلى روضة وأنت تطوف بقلبك وتطوف بروحك وتطوف بنفسك وتطوفك بكليتك مع القرآن تردده أثير عن مرأة صالحة أنها كانت تقول يا حبيبي إن شمس النهار تغرب ليلاً وشمس القلوب ليست تغيب إن شمس النهار تغرب ليلاً وشمس القلوب ليست تغيب وإذا ما أسدل الليل ستره فإلى ربها تحن القلوب إلى ربها تحن القلوب لذلك أراد علي بن أبي طالب أن ينبه هذا الرجل الذي سكر بالدنيا إن للدنيا سكرة يا أيها الإخوة هي أشد من سكرة الخمر لأن من من سكر بالخمر يرجى إفاقته لكن من سكر بالدنيا لا يرجى إفاقته إلا يوم يدق عليه جرس الموت فيقول يا ليتني أرد حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعن لي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخون إلى يوم يبعثون اشترى ميت من ميت داراً تقعوا بأرض المذنبين سكة الغافلين لها أربعة حدود الحد الأول ينتهي بالموت والثاني ينتهي بالقبر والثالث ينتهي بالحشر والرابع ينتهي إما بالجنة وإما بالنار لذلك من رأيته نشبت هذه الدنيا فيه نشباً وشدته بأظفارها وأنسته آخرته فذلك دليل على انطماس البصرة منه انطماس انظر إلى تعبير ابن عطاء الله الانطماس هو طمس عين القلب الطمس طمصان طمس لعين الرأس التي تنظر إلى المحسوسات وطمس لعين القلب تنظر إلى الحقائق للإنسان عينان عين يبصر بها الماديات والمحسوسات وهذه يشترك فيها مع المخلوقات التي لهم عيون يشترك فيها مع الدواب ويشترك فيها مع الحشرات لأن الكل يدركوا هذه المحسوسات والماديات أليس كذلك؟ بلى أنت مشترك حتى مع الدابة بل الدابة في بعض الأحيان تنظر بعين رأسها أكثر مما تنظر أنت تبصر من بعيد ولكن هناك عين ولكن هناك عينا تسمى بعين القلب وإذا عميت عين القلب فلن تغني عن الإنسان عين رأسه لأنه سيكون مشتركا فيها مع غيره من المخلوقات كالبهائم والدواب والحشرات وغيرها لكن أنت يا عبد الله ميزك ربك بعين البصيرة التي تنظر بها الحقائق وإلى ما وراء الماديات المحسوسات ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرتهم غافلون حجبت عنهم هذه الماديات ما وراها من الحقائق ولذلك ورد هذا الطمس في القرآن الكريم في مواضع ثلاثة قال الله عز وجل فطمسنا على أعينهم أو فطمسنا أعينهم فذوقوا مسا سقر هذا في سورة القمر في حق من؟ في حق قوم لوط الذين أرادوا أن يعتدوا على ضيوف لوط وهم ملائكة الرحمن ولقد راوضوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم أعمى الله أعينهم هذه وفي سورة ياسين ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون وفي دعاء سيدنا موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا المراد هنا في قول ابن عطاء الله دليل على انطماس بصيرة انطماس عين القلب لا عين الرأس البصيرة ما المراد بالبصيرة أيها الإخوة الكرام البصيرة نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد فتنفجر عين من القلب تبصر الحق حقا والباطل باطلا وتبصر الحقائق وتبصر اسماء الله وتبصر صفات الله وتبصر أمر الله وتبصر نهي الله وتبصر وعد الله وتبصر وعيد الله وتبصر الدنيا كما هي فتستصغر الدنيا عند أهل البصائر حتى تصير كما قال الذي أبصرها من هو الحبيب المصطفى أبصر الدنيا على حقيقتها فعلمك أنت أن تبصرها فقال في وصفها عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافرة جرعة ما سبحان الله هذا وزن الدنيا هذا وزن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ليس بعوضة بل جناح بعوضة إذا النبي أبصرها بعين البصيرة وأراد أن يبصرك بها يا عبد الله والقرآن بصرنا بالدنيا إن القرآن بصائر هذا بصائر من ربكم قرآن بصائر يبصرك بالدنيا يبصرك بالآخرة يبصرك بالحق يبصرك بالباطل يبصرك بالمعروف يبصرك بالمنكر يبصرك بالكون كله يبصرك بمن حولك بصائر ماذا قال القرآن عن الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إذن سابقوا سابقوا أبصر يا عبد الله أبصر فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها أبصر هنا في الدنيا قبل أن ترحل وليس بينك وبين الإبصار إلا ماذا إلا أن تستمع لنداء ربك فإذا فتحت أذنك أذن القلب أقصد أذن القلب إذا فتحت أذن القلب سمعت منادي الله ينادي فقلت كما قال الذين سمعوا منادي الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا منه بربكم فآمنا فإذا سمعت المنادي ينادي إن فتحت عين قلبك إن فتحت عين بصيرة قلبك فأبصرت فأبصرت أزيل الحجاب اليوم قبل غد وغدا سوف تزال الحجب كلها فيبصر الناس الحقائق لكن من كان يبصر هنا في الدنيا نفعته بصيرته أما من لم يكن يبصر في الدنيا من لم يكن يبصر في الدنيا حتى إذا جاء إلى يوم القيامة زال عنه الغطاء كما قال رب العالمين فكشفنا عنك غطاءك فبصارك اليوم حديد لكن لا تنفعوا حدته هناك لأنه لم يحذ بصره هنا البصيرة أيها الإخوة ما حقيقتها حقيقة البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان وإما بعيان هو الذي يخلصك من الحيرة وما أكثر حيرة الناس اليوم والذي يخلص الناس من الحيرة اليوم هو ماذا هو البصيرة إذا رزقها لأن من أبصر منهم خرج من حيرته قولنا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى حيران حيران ما أكثر الحيار اليوم لماذا؟ لعدم البصيرة إذ البصيرة ما خلصك من حيرتك وأخرجك منها وأدخلك في ماذا؟ أدخلك في ميدان الطمأنينة والراحة عرفت عرفت فلزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة حين أبصر كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمناً والحمد لله قال انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا فأصهرت ليلي وأضمعت نهاري وأصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتناكرون قال عرفت فلزم عرفت بصيرة فتحت في القلب فأصبح الإنسان يبصر بها ما لا يبصر غيره كما قال القائل قال صاحبي قال لي صاحبي يخاطبه أما ترى نارهم فقال تريني ما لم أرى سقاك الغرام ولم يسقني فأبصرت ما لم أكن مبصرة هذا فتح الله بصيرته فقال لصاحبه يا صاحبي أما ترى نارهم نار الأحبة موقدة مشتعلة نار أما ترى نارهم قال تريني ما لم أرى لأن بصيرته لأن بصيرته لم تفتح سقاك الغرام الغرام هو الحب الملازم للإنسان الذي لا يفارقه كالدائن الذي يلازم المدين ملازمة لا يفارقه حب سكن في القلب لا يفارق القلب أبدا حتى يجمعه مع حبه رب العالمين جل جلاله فقال تريني ما لم أرى سقاك الغرام ولم يسقني فأبصرت ما لم أكن مبصرة إنه الإبصار ثم البصيرة على درجات ثلاث بصيرة في أسماء الله وصفاته وبصيرة في أمره ونهيه وبصيرة في وعده ووعيده بصيرة في الأسماء والصفات أشاهده في كل شيء رأيته وأدعوه سر بالمنا فيجيب ملأت به سمعي وقلبي وناظري وكلي وأجزائي فأين يغيبه أشاهده في كل شيء رأيته ألا تشاهد آثار أسماء الله الحسنى في الكون وفي نفسك سنريهم آياتنا في لا فاقوة في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحان الله حين تفتح هذه البصيرة في قلبك تنظر آثار أسماء الله وصفاته في كل حركة في كل سكنة في كل شيء حقير أو صغير كبير أو عظيم وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فوى عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد تعمل جميع الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تعملت خطها على كل شيء ما خال الله باطل تشير بإثبات الصفات لرب فصامتها يهدي ومن هو قائله رسائل من الله إليك يا أيها العبد المخاطب بالرسائل الصامتة والرسائل الناطقة إذا أردت الرسائل الناطقة فاقرأ القرآن وإذا أردت النصائل الرسائل الصامتة فاقرأ الأكوان آيات القرآن وآيات الأكوان كلها تدل على رب كريم هذه آيات ناطقة وتلك آيات صامتة هذه آية متلوة وتلك آيات مجلوة وكلها تنبئك عن الله كلها تنبئك عن الله وتهمس في أذنك وتنفذ إلى قلبك تخرق الحجوب إلا إذا كانت هذه الحجوب أشد من الحديد فإذا كانت الحجوب المضروبة على القلب أقصى وأصلب من الحديد فهنا والعياذ بالله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله هذه البصيرة في الأسماء والصفات فإذا قمت من نومك فشاهد ربا قيوما قامت به السماوات والأرض شاهد رقيبا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور شاهد ربا بصيرا يبصر النملة السوداء وهي تدب على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء شاهد ربا سميعا يسمع ذبيب النملة لا تخفى عليه الأصوات وإن اختلفت ولا اللغات وإن تنوعت ثم بصيرة في الأمر والنهي إذا أتاك أمر ربك فقم إليه لا تتردد إياك أن تعارض أمر ربك أو نهي ربك بشبهة أو شهوة فمعارضة الأمر والنهي إما أن تكون بشبهة وإما أن تكون بشهوة فاجأل شهوتك فيما يحبه ويرضاه منك وتجد والله لذة لشهوة الأمر والنهي ما ذقتها قط آهن على أهل المعاصي الذين استبدلوا شهوة حب الأمر والنهي وحب الطاعة بحب ماذا بحب شيء فان من الطراب لو ذاقوا حلاوة القيام بين يدي الله لو ذاقوا حلاوة حب الله لو ذاقوا حلاوة السجود حين يسجدون لله ما تمنوا أن يرفعوا من سجدتهم تلك حتى يقبضهم الله بها انظر إلى سحرة فرعون الذين كانوا في أول النهار سحرة كفرة وفي آخر النهار شهداء بررة ذاقوا حلاوة سجدة واحدة فأنستهم كل شيء من دنيا الناس قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطارنا فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرتنا عليه من السحرة والله خير أبقى ألقي السحرة ساجدين ذاقوا حلاوة السجود فإذا بالإغراءات التي كان فرعون يغريهم بها في أول الأمر ماذا قالوا أئن لنا لا أجر أن يكوننا نحل الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين لكن لما ذاقوا حلاوة السجود ظهر لهم فرعون قازما من الأقزام فضلا عن درياء حين ذاقت آسية امرأة فرعون حلاوة السجود لله وحلاوة الإيمان ماذا قالت رب بن لي عندك بيتا قدمت العندية قبل البيت قدمت الجار قبل الدار حلاوة العندية هنا هي المقدمة حتى على القصر في الجنة ولذا ماذا قالت رب بن لي مشي بن لي بيتا عندك العندية ذاقت حلاوة العندية هنا في الدنيا حين تذوق حلاوة العندية في الدنيا والله لن ترضى بعندية الله بدير أبدا أبدا عندية الله عند سبحان الله هل أبصرتم يا إخوتي هل أبصرنا العندية هنا حين نبصر العندية هنا ونذوق حلاوتها كل الدنيا تصغر عندنا وتصبح لا تساوي شيئا رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون نجني من القصور قصر قصور فرعون وجوار فرعون وخدم فرعون وحشم فرعون ومواعد فرعون وزينة فرعون ألم يقل فرعون زوجها أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته كل ذلك احتقرته لأنها ذاقت حلاوة العندية هذه البصيرة كل ذاية تليحصلوا بيش بالبصيرة البصيرة أيها الإخوة البصيرة بصيرة الأمر والنهي بصيرة الوعد والوعيد أن تبصر وعد الله كأنه حاضر للأحد كأنك ترى ماذا؟ كأنك ترى الجنة الآن وهي أمامك وبين عينيك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ببصيرته ماذا قال بخن بخن الجنة كان في يده تمرات يأكلها ليتقوى بها فقال إن عشت حتى آكل هذه التمرات إن هي لحياة طويلة انظر أبصر الوعد الوعد ويبصرون الوعيد قال خالد بن الوليد للروم في الشام بعدما جاءوا بالآلاف المؤلفة وكان مسلمون عددهم لا يساوي حتى خمس ولا سدس جيوش الروم وحاصرهم خالد رضي الله عنه وحاولوا أن يظهروا الجلد والقوة ولا يستسلمون قال خالد بن الوليد والله لو صعدتم إلى السماء لأنزلكم الله إلينا أو لرفعنا إليكم إذن استسلموا هذا الوعيد أبصر الوعيد الذي ينزل سبحانه وتعالى على عدائه فهل أبصرنا الوعد حقيقة وأبصرنا الوعيد هذا من الإبصار من البصير التي تخلص من الشدة ومن بصيرة الإسماء وبصيرة الصفات ومن بصيرة الأمر والنهي ومن بصيرة الوعد والوعيد إنها البصيرة بعض العلماء جعلها على مراتب ثلاثة على مراتب ثلاثة المرتبة الأولى هي التي أشرنا إليها سابقا وهي البصيرة التي تخلص صاحبها من ماذا؟ من الحيرة هذه الدرجة الأولى صعوداً والدرجة الثانية من درجات البصيرة هي أن ترى في هداية في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل وفي تلوين أقسامه رعاية البر أن تشاهد أو أن تشهد في ماذا؟ في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل وفي تلوين وفي تلوين أقسامه وفي تلوين أقسامه رعاية البر وأن تراعي في جذبه حبل الوصل هذا كلام يحتاج إلى شرح قلنا أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل كيف ذلك؟ أن تشهد أن من هداه الله من الناس ومن أضله الله من الناس أن تشهد إصابة العدل وأن من هداه الله فبالعدل وبالفضل وأن من أضله الله فبالعدل وأن الله سبحانه وتعالى جل جلاله لا يظلم أحدا فإذا هدا فشاهد الآن عدل الله في هدايته كيف ذلك؟ تشاهد ذلك في شكر المهدي المهدي تجده شاكرا لربه وهل جزاء الشكر إلا ماذا؟ إلا الزيادة وتجد الهداية عند المحسن وهل جزاء المحسن إلا الإحسان كما قال الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال تعالى وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ يقولوا أَهَا أُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِلِ وكذلك فتنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ يقولوا أَهَا أُلَّاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِيْنَا المشركون قالوا في المؤمنين الذين هداهم الله إلى الإيمان أهؤلاء من الله عليه من بمنا أي أن منة الله وقعت على هؤلاء دوننا نحن إن باب الاحتقار فأجابهم الله تعالى باستفهام إنكارين توبيخيين قال فيه أليس الله بأعلم بالشاكر وقال في الآية الأخرى الله أعلم حيث اجعلوا رسالاته إذن يضع سبحانه وتعالى الهداية في محلها ويضع الضلال في محله قال الله جل جلاله في القرآن الكريم يضل به كثيرا ويهدي به كثير وما يضل به إلى الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون إذن هؤلاء يستحقوا الإضلال للهداية قال الله جل وعلا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضوا الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون سر وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار إذن الهداية في محلها والإضلال في محله هذا لا يبصره إلا أهل البصائر هم الذين يشاهدون عدل الله سبحانه وتعالى في الهداية وعدل الله سبحانه وتعالى في الإضلال إذن أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة الحق آه إصابة العدل نعم والعدل هو الحق وفي تلوين أقسامه رعاية البر ما هو تلوين الأقسام الله تبارك وتعالى قسام بقضائه وقدره وحكمته الأشياء في هذا الكون بأجناسها وأوصافها وأنواعها فهذا اقتضت حكمته أن يكون فقيرا وهذا اقتضت حكمته أن يكون غنيا وهذا اقتضت حكمته أن يكون عالما وهذا اقتضت حكمته أن يكون جاهلا وهذا اقتضت حكمته أن يعيش من الأعوام كذا وكذا وهذا اقتضت حكمته أن يعيش من الأعوام كذا وكذا هذه الأقسام الملونة والمنوعة تشاهد فيها رعاية البر معنى رعاية البر أي أن الله تبارك وتعالى في هذه القسمة التي قسمها بين عباده قد راعى فيها سبحانه وتعالى البر والخير فكل قد أعطاه ما يناسبه وهذه الحكمة كل قد أعطاه ما يناسبه فهناك من الفقراء من لو أغناهم الله لطغوا بالمال ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء لو بسط الله ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض فالله تعالى يعطي جل جلاله كل أحد بالمقدار الذي قد راعى فيه سبحانه وتعالى البر فهذا من البصيرة لكن ليس كل الناس يبصيرون هذه الحقائق لا ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتمنى ما ليس له ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا فإذا أردت أن تشهد البر فافتح بصيرتك لترى لترى كل شيء في هذا الكون بحكمة فالغني بحكمة والفقير بحكمة والمريض بحكمة والصحيح بحكمة والحاكم بحكمة والمحكم بحكمة بحكمة كل شيء في هذا الكون بحكمة ولو أبصر الناس حكمة الله في الوجود وفي الأكوان لا تخلصوا من حيرتهم ولو أبصر الناس الحكمة في جميع ما فعل ربك سبحانه وتعالى لاستراحوا واطمأنوا وحمدوا وحمدوا الله وشهدوا لله عز وجل بأنه الحكيم العليم ولشهدوا لله سبحانه وتعالى بأنه البديع ولشهدوا لله سبحانه وتعالى بأنه أرحم الراحمين حتى الشر الذي خلقه سبحانه وتعالى خلقه لحكمه خلق الله الشر ليعرف به الخير فولا لو لا الشر ما عرف الخير وخلق الله سبحانه وتعالى الظلام ليعرف به النور وخلق الله الباطل ليعرف به الحق وهكذا إذن من البصيرة انتشهد هذا كذلك من البصيرة ما أشار إليه بقوله وأن ترى ماذا جذبه إلي جذبه جذبك أنت جذبك إليه من باب حبل الوصل فإذا جذبك إليه وخلصك من نفسك وخلصك من أدرانك ويسر لك النفس لتقودها إلى الله عز وجل فهنا ينبغي أن تشاهد بأنه أحبك وقربك إليه وأراد أن يعيدك إلى الحبل الذي بينك وبينه ما هو الحبل الذي بيننا وبين ربنا إنه العهد الذي قال الله فيه في صورة الأعراف وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وألست بربكم قالوا بلى هذا هو الحبل الذي جذبك إليه فهل عرفت؟ هل عبصرت؟ اللهم اجعلنا من المبصرين حقا اللهم اجعلنا من المبصرين حقا اللهم اجعلنا من المبصرين حقا وأرنا ربنا يا إلهنا وسيدنا أرنا يا رب حكمتك في كل شيء وافتح لنا بصائرنا واجعلنا من عبادك الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو للباب وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم لجميع المسلمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه إجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة